نروح بقى لموضوع تاني خالص فريق الجنباز في النادي الاهلي ناشئين تحت 15 سنة حقق المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة الجمهورية طبعا بعد ما حصلوا على 6 ميداليات ذهبية وخمسة فضية واثنين برونزية حيث توج اللاعب شرف الدين محمد عبد الحميد بالمركز الاول في حصان الحلق والمركز التاني في حصان القفز والمركز التالت في جهاز المتوازي والمركز التاني في جهاز العقلة وكمان المركز التاني في الفردي العام كمان حقق اللاعب مازن حازم المركز التاني في جهاز الحلق والمركز التالت في حصان الحلق والمركز التاني في جهاز المتوازي والمركز الرابع في الفردي العام طبعا ما ألف مبروك لولدنا وحاجة عظيمة جدا ومشرفة ومطمئنة على اللي جاي لما احنا بنشوف لسه يعني براعب تعالوا نسموهم ولسه وأصغر من كده سنا وبكتير وعلى فكرة مش بس في الجنباز في كتير قوي من الرياضات فيه خط إنتاج حاصل يا حضرات يعني فيه أجيال إن شاء الله مستقبلية وعدة جدا 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 ونطمن على إن اسم النادي الأهلي ورايته كالعادة ستظل خفاقها إن شاء الله